بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنابزوا بالألقاب التنابز بالألقاب هو نوع من التعيير والعيب ولكن باستخدام لقب لقب طلع عليه اسم طلع عليه هو صغير اسم عيلة حتى لكن هو ما بيحبوش والأمر مش مرتبط هنا بكون الاسم حلو ولا وحش وإنما بكون الشخص ده بيحب الاسم ده ولا لا فحتى لو لقب حلو بس هو ما بيحبوش ما تقولهلوش لأن ده يعد تنابز بالألقاب بل إن المفروض إن إحنا لما نعرف إن إنسان ليه أكتر من لقب نسأله هو يحب يتناده بإيه ونندهه بأحب الأسماء إليه الملائكة لما ابتصعد بروح المؤمن فينادى بأحب الأسماء إليه فواجب علينا إن إحنا نقتني بيه ولكن لا يعد تنابز بالألقاب لو كان هو الاسم ده بالنسبة له عادي كان أحد الصحابة ملقب بذول يدين وكان عادي ما عندوش مشكلة وبرضو ما يعتبرش تنابز بالألقاب لو في حد مشهور بلقب أو بإسم معين ومهما أنت قلت للناس اسمه الحقيقي مش يعرفوه وإنت لازم تعرفه لهم بتوصفه لهم أو بتقولهم على مكانه أو أي حاجة وإنت لازم تعرف لهم بالشخص ده ومش يعرفه غير باللقب ده فيجوز لك في الحالة دي أنك تقول اللقب ده لكن بشرط إنك تقصد التعريف وليس الانتقاص سليمان بن مهران كان معروف بالأعمش وكان عادي ما عندوش مشكلة ثم نلاقي ربنا عز وجل بيختم لنا الآية الأولى بئسة لسم الفسوق بعد الإيمان يعني بئسة أنك تسمي أخوك اسم وحش وتترك المسمى الجميل مسمى الإيمان مسمى الأخوة أو المعنى التاني وهو الأشهر عند المفسرين بئسة أن يسمى الرجل مؤمنا بعد أن كان فاسقا بئسة أنك تعمل في نفسك كده وتبقى يسمك فاسق بعد ما كنت مؤمن أنك تلمز الناس وتعيب عليهم وتسخر منهم ده بيخليك فاسق بعد أن كنت مؤمنة ربنا عز وجل اللي قال كده مش حد تاني اللي قال طب يعني إيه فاسق أصلا؟ الفسوق في اللغة هو الخروج فكأنك خرجت عن مسمى الإيمان بعد أن كنت مؤمنا بسبب الأفعال دي ربنا عز وجل بيكرهك في الحاجات دي لأن أكيد كل مؤمن يكره أنه هو يكون فاسق ثم يقول الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والظالمون لمين؟ ظالم لنفسك قبل ما تظلم أي حد وده من أعظم الظلم أنك تظلم نفسك ثم أننا ذكرنا بعض العلاجات وهنكمل على بعضها ذكرنا منها أنك لو صح عندك مفهوم الإيمان مش هتعمل كده وأنك تعرف أن السخرية واللمز وتنابس بالألقاب والعيوب دي كلها نتج عن كبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرة من كبر أنك تشوف أخوك هو نفسك وأن المؤمنين كلهم جسد واحد ساعتها مش هتقدر تغلط فيه أنك تخاف أن تذكر عيوبك زي أنت ما بتذكر عيوب الناس أنك تفتكر العقوبة ويل لكل همزة اللومزة توعد من ربنا عز وجل والعلاجات دي مش بس للتلاتة الأولانيين اللي هم السخرية واللمز والتنابس بالألقاب وإنما العلاج الأمراض دي عموما وأي أمراض في القلب وأي حاجة في قلبك ناحية الناس ومن العلاجات أيضا ودي المفروض أنها أول حاجة قبل كل حاجة أن الإنسان يستعين بالله عز وجل لأن مفيش حد هيعينك على الجارحة سريعة الطلقات دي غير ربنا بس الله عز وجل قال للنبي وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وكانش بيقول غير كل خير ولكن مع ذلك كان بيستعيز من شر لسانه فنسأل ربنا بجد أنه يعيزنا من شر نفسنا ومن شر هوانا لأن الانتقاص ده شهوة واللي بيسخر ويفعل الأفعال ديت في الغالب هو شخص عنده نقص فعنده حال من اتنين إما أنه هو ينشغل بصلاح نفسه إما أنه هو يثبت أن التانين هما كمان عندهم نقص فانشغل بنفسك أنت وصلحه ويسيبك من عيوب الناس وخليك أنت في عيوبك ودي برضه من العلاجات إن الإنسان يكسر من ذكر عيوب نفسه وقلنا الكلام ده إنك زي ما بتذكر عيوب الناس فأنت كمان لك عيوب فمتتكلمش في عيوب حد وانشغل بنفسك فكر نفسك بالمصائب بتاعتها بس ده لو إحنا أصلا بنحاسب نفسنا مين فينا بيحاسب نفسه أغلبنا أصلا شايف نفسه ما عندهش عيوب فلو حد شايف نفسه كده فدي من أكبر المشاكل لأنه أصلا جاهل بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويترك الجزعة في عينه ممكن تشوف حبة التراب العيب الصغير خالص اللي مش باين عند أخوك وناسي المصيبة الكبيرة والبلاء والمتلتلة اللي عندك وفي العادة الإنسان فينا ما بيشوفش نفسه بس لو بص في مراية بيشوفها فكل واحد فينا يبص في مراية الزنوب بتاعته كم مرة شتمت كم بنت عكستها كم نظرة حرام نظرناها كم أغنية سمعتها ولا كم فيلم سمعتين كم مرة عملت عادة سيئة ما ترضيش ربنا عز وجل كم مرة شفت فيلم إباحي أو حاجة ما ترضيش ربنا عز وجل قبل التزامك أو ممكن حتى لحد دلوقتي فكل واحد فينا ياخد باله من العيوب دي ويفكر نفسه بيها ويقول لي نفسه كده يعني إيه يتلم ويحاول يصلح من نفسه ويسيب الناس في حالها إنما إحنا مجرد من التزم ننسى كل ده نقعد بقى نقلس على الناس ونذكر في المساوق بتاعتهم الربيع بن خثيم قيل له ما لنا لا نراك تغتاب أحد فقال لست عن حالي راض حتى أتفرغ لغيبة الناس أيضا من العلاجات إن الإنسان يكسر من ذكر الله عز وجل يكسر من الأذكار المطلقة عموما من أذكار الصباح والمساء إلى أذكار اللي في أي وقت وقراءة القرآن بالأخص فكل واحد فينا لو منشغل بالذكر مش هيبقى عنده وقت أصلا إنه هو يجيب في ذكر حد تاني أذكر ربنا عز وجل لو أكسر من ذكره هده هينسيك إنك تجيب في سيرة حد من هي العلاجات أيضا ترك مخالطة الناس اللي من النوع ده كترة قعدتنا مع ناس بتجيب في سيرة الناس وبتتكلم عنهم وبتسخر منهم وبتغتابهم كل ديت بيأثر علينا وكل واحد فينا بيشرب من المستنقع اللي هو قاعد فيه في ناس مخالطتها خير وفي ناس كل ما تقعد تتكلم معهم لازم تجيب في سيرة الناس فدول لابد إما إنك تقطع الكلام معهم إما إنك على الأقل تبطل تسترسل في الكلام معهم الكلام المهم للضرورة بس وخلاص ولازم نفتكر إن اللي بيقدي الحرام فهو حرام بإذن الله نبدأ في الكلام عن الآية التانية من الليلة الجاية أشوفكم على خير بإذن الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله